السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير لكم جميعا عدد الحالات الجديدة المسجلة في ألمانيا 561 حالة خلال 24 ساعة الماضية حسب إحصائيات معهة غوبعة كوخ طبعا نحن نعرف أنه على البوخن اندي عطلة نهاية الأسبوع دائما يومين تأتي الأرقام والأعداد أقل من الشكل الطبيعي والعادي لأنه ماكليكوزونت هيتساعمتها بيحولوا الأرقام لماهة غوبعة كوخ ابتداء من يوم الغد المفروض نرجع نشوف الأرقام الحقيقية الكاملة نحن شفنا في الأسبوع الماضي كان في عنا ثلاثة أيام متتالية كانت في أعداد الإصابات الجديدة أكتر من 1400 حالة المستشارة الألمانية أنجيلا مياكل نقل عنها من الDPL Deutsche Presse Agent 2 أنه هي قلقة من تزايد عداد الإصابات في ألمانيا وعبتقول أنه هذا الشيء بالزوقنس أغيجنت يعني مصير للقلق وبنفس الوقت عبتقول ولكن بهاشبة يعني أيضا لست لا يزال قابل للتحكم به يعني لست العداد والإصابات مزلت بشكل كتير كبير مثل ما شفناها في فترة يعني انتشار الوباء الأولى ولكن بنفس الوقت في قلق شديد لذلك عبتقول لا يمكن حاليا التفكير بالتراخي بالقوانين المعمول فيها وخاصة موضوع مثلا الفوسبالشبيل يعني ملاعب كرة القدم والرياضة نحن نعرف نحن عادة بيحضرها يعني 70-80 ألف متفرج ربما مباراة كرة القدم الواحدة وبالتالي المستشارة هي مع استمرار القوانين المتشددة قليلا التي يعمل بها حاليا وعدم التراخي أو إلغاءة أو التخفيف منها وننتقل الآن الموضوع التالي هو موضوع الكندا بونوس منحة للطفل لل300 يورو القانون اللي تم اقراره من قبل الحكومة الألمانية سيبدأ تحويله الشهر القادم العديد من التعليقات اللي عبتجيني في فترة الأخيرة حتى فيها صيغة العصبية الشديدة انه عبتقلي انه انت وعدتنا وحكيت عن هالقانون كتير ولهلا ما شفنا شيء وما شفنا هالمصاري نحن بحاشته القانون هو الآن حكيناه أنا شرحته بأكتر من عشر فيديوهات يمكن في الأشهر الماضية لما تم الحديث عنه وإقراره التحويل سيبدأ في الشهر التاسع شهر زبتمبر القادم والشهر العاشر أكتوبا التحويل سيكون على دفعتين منحة الطفل الكندا بونوس لل300 يورو سيتم تحويله في الشهر التاسع 200 يورو وفي الشهر العاشر 100 يورو لكل عائلة عنده أطفال وإست كيندا جيلد بغشتشت تحديدا التحويل سيكون ابتداء من سبعة تسعة وحسب ترتيب الأرقام سيتم تحويل هذا المبلغ طبعا كل شخص في ألمانيا أو كل عائلة سيحدث عن كيندا جيلد في وقت مختلف عن العائلات الأخرى حسب ترتيب الأرقام بعض العائلات في أول الشهر بعض العائلات في منتصف الشهر إذن فيه تدرش في الترتيب حسب الكنسفة تبعية بالشهر تبع كيندا جيلد في الشهر سيأتي معه الدفع الأولى 200 يورو عن كل طفل والدفع الثاني الميت يورو المتبقي اللي يكتملوا 300 سيأتي في الشهر العاشر أيضا مع الكيندا جيلد من المعلومات المهمة الإضافية لازم يعرفة كل شخص عن كيندا بونوس هال 300 يورو لكل طفل في ألمانيا أن الحكومة الألمانية والخزين الألمانية ستتكلف ب 4.3 مليار يورو قيمة هال 300 يورو اللي سيحصل عليها كل طفل في ألمانيا اللي هو كيندا جيلد بغي يشتشت النقطة الثانية اللازم نعرفة أنه هال 300 يورو لن يتم احتسابه على أي نوع من المساعدات يعني الناس اللي سيأتي بأخذ مساعدات من الجوب سنتر أو الرواتب قليلة أو كثيرة ما بيلعب أي دور كل شخص رح يحصل عليها بشكل كامل دون اقتطاعات ولكن يجب كمان التنويه أنه اللي رح يستفيد منه هنن فقط أصحاب الدخل المحدود أو الناس اللي عب تاخد مساعدات من الدولة رح تجيهم بشكل إضافي أو اللي دخلهم يعني موع عالي رح يستفيدوا منه أما العائلات أصحاب الدخل العالي أصلا فهدول اللي ما رح يستفيدوا منه كتير لأنه رح تنحسب بالأخير على عين نعمل وبالتالي بالشطايا آخر السنة ممكن ما تستفيد من هذا المبلغ إذا كانت الرواتب طبعا عالية جدا يعني فوق المتوسط في ألمانيا فهدول العائلات اللي أصلا يعني وضع المادة جيد ورواتبا جيدة ما رح تستفيد بشكل كبير من هالمساعدة ومننتقل الخبر التالي اللي بيقول إنه اللاجئين كانوا أكثر الناس تأثرا في الفترة الماضية فترة هذا الوباء في سوق العمل وهن الأوائل الناس اللي تم تصريحهم من عملهم وخسروا عملهم بشكل كبير أكتر من فئات أخرى في المجتمع في ألمانيا والسبب هو حسب دراسة لمعهد معهد الأبحاث تبع سوق العمل وأبحاث المهن عبيتحدثوا أنه السبب هو حسب متحدث باسم المعهد كمان عبيقول أنه عبيقول أنه في الفترة الماضية أنه اللاجئين هنن عبيشتغلوا أولا مهن بسيطة يعني عبيشتغلوا في مهن متل سماها يعني متل أو بالغاسترونومي يعني في المطاعم وهل الأشياء فهدول المهن لما تم تحويل العديد من الموظفين في ألمانيا إلى الهوم أوفيس كثير من الناس اللي بيشتغلوا في الشركات اللي بيكون عادة عمل إداري بيشتغلوا في المكاتب كمبيوتر تليفون هل الأشياء هدول الناس قدروا يتحولوا بشغلوا إلى المنزل كمان مشان التباعد ويكملوا شغلوا من المنزل بوجود انترنت وكمبيوتر وتليفون وهل الأشياء فهنا عبيقول أنه اللاجئين غالبا بيشتغلوا أشياء بسيطة في قسم السيكوريتي مثل ما قلنا في المطاعب وبالتالي هن من أوائل الناس اللي قسروا عملهم أيضا السبب التاني أنه العديد من اللاجئين كانوا مبلشين شغل بشكل يعني ليس من فترة طويلة وبالتالي التخلي عنهم كان أسهل وأسرع والسبب التالت هو أنه معظم اللاجئين الفتراك تبع الشغل يعني عقد العمل عقود العمل هي محدودة الزمن ما يعقود مفتوحة وبالتالي التخلي عنهم كان أسهل وأسرع فحسب دراسة هاي المعهد هنن اللاجئين اللي خسروا بشكل كتير كبير في فترة الماضية في سوق العمل أكتر من فئات أخرى في المجتمع الألماني وأيضا عبيتحدث هابت بركة عن نقطة إيجابية في تصريح له لصحيفة الغينش بوست عبيقول أنه قبل اندلاع هذا الوباء في ألمانيا كانت الأمور عبتمشي بشكل إيجابي بحيث أنه عداد اللاجئين اللي عبتشتغل عبيزداد كانت بشكل تدريجي ومتصاعد بشكل أكبر ولكن هذا الوباء الآن هو اللي أوقف هالعملية وبالتالي أكثر الناس اللي تأثرت الآن في سوق العمل في ألمانيا مع الأسف هنن اللاجئين النقطة التالية اللي رح ننتقل لها الآن هو انتقاد الحكومة الألمانية بشكل كبير لشركات الطيران والسبب هو أنه نحن بنعرف أنه في فترة اندلاع الأزمة وإيقاف كل شيء في ألمانيا وحركة الطيران والمطارات كان من أكثر القطاعات تأثرا هي شركات الطيران الناس اللي كانت حادزة ولكن قبل بوقت يعني رحلاتها في الصيف أو ما شابه ذلك أو في الوقت السابق يعني تم إلغاء كل الرحلات وبالتالي كانت الفكرة هو أنه الحكومة الألمانية قالت لشركات الطيران أنه لازم تراجعوا للناس يعني طبعا فلوسها حق التكة الطيران الناس اللي بتختار بشكل طوعي أنه تاخد يعني تاخد ورقة قسيمة ذات قيمة ممكن لاحقا هو يحجز طيران لدولة أخرى لمكان أخرى نفس شركة الطيران وبالتالي شركة الطيران ما بترجع له فلوس تعطيه قسيمة وبالتالي هذا الشيء بيساعد شركة الطيران كمان أنه ما تتأثر في شكل لسه أكبر ما هي متأثرة أو تأفلس ولكن الانتقاد الحاد اللي أنا بتم توجيه للشركات هو أنه يحاولوا على ما يبدو أنه يلفوا ويدوروا على هالموضوع إما أنه ما يعطوا قسائم للناس أو أنه حتى ما يرجعو لهم فلوسا للنقطة الأهم كان الاتفاق أنه حتى نهاية هذا العام يتم إرجاع الفلوس للناس اللي حادزة أيضا شركات طيران ورحلات طيران على ما يبدو شركات الطيران تحاول تتهرب من هالموضوع تحديدا اللي هو إعادة الأموال للناس حق بطاقات الطيران بشكل خاص طبعا لسبب واضح ومفهوم سبب اقتصاد شركات الطيران تأثرت بشكل كبير وحاجة لمساعدة كبيرة من الحكومة الألمانية أيضا لترجع توقف على أجراء بسبب توقف حركة الطيران بشكل كبير الطيرات عادة في المطارات مع بطير إلا بشكل قليل جدا فهذا الشيء الآن يتعرض لانتقاد كبير من قبل الحكومة الألمانية والضغط عليهم لإعادة أموال الناس كسمن يعني شركة الفطاءات الطيران اللي تم دفعها سابقا الخبر التالي أيضا من مقاطعة بايان نقلا عن صوت إذاعة بايان البايغشة غوند فونك نعرف أنه في المقاطعة أنشأوا العديد من محطات لاختبار هذا الوباء على الأوتوبانات في مقاطعة بايان ومنها إحدى المحطات على الآد غايب باي باساو على الأوتوبان آتلاتي على الحدود الشيكية القريبة من مدينة باساو فيهنيك مركز ثابت الآن أنه أحد العاملين فيه مصاب بهذا الوباء سواء أن تم يصابته نتجة حكاكه مع الناس أو هو مصاب بشكل آخر في كل الأحوال هو عنده تماس أيضا مع الناس يعني تشتغل في هالمركز أربعين شخص مختلف من مختلف المنظمات الإنسانية مثل بايغشة غوتسكويت يعني صليب الأحمر لبايان المالتيزة هيلفستينس التاشنشي هيلفسباك إذن من عديد من المنظمات التي تشتغل أيضا في هذا المجال عنده تماس معهم العديد من المتطوعين من هذه المنظمات تحديدا أربعين شخص لكل رح يدخل الآن الحجر الصحي بسبب انتشار الوباء في هذا المركز هاي كانت أهم الأنباء من ألمانيا أتمنى أكون أفدكم من خلال هذه المعلومات دمتم بخير وصحة وعافية وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته